فبتبقى معرضة اكتر فعلا عشان هو اقدر الوريد بيبقى ضعيف شوية فمعرضة لحدوث الدوالي وبتظهر تحت الجلد وتبقى زي شكل العروق الزرقة كده بتظهر تبقى مزعجة جدا بالنسبة للسيدات من ان هي بتبقى متعبة شكلا وبعدين كمان لما الدم بتراكم فيها تودي لان الواحد مع الوقفة فترات طويلة في اخر اليوم مثلا لو هي في المطبخ او لو هي بتشغل مدرسة او دكتورة وقفة في قطة العمليات فترات طويلة بتلاقي على اخر نهار رجلها بقى تقيلة من كتر ما الدم متجمع في رجلها فترات طويلة فدول بيستلزموا برضو فحصات ونقدر نعليجهم بقى اشخال كتيرة جدا جدا برضو يعني طب ايه ليها عامل وراسة يا دكتور يعني ليها علاقة عشان احنا ساعات بنشوف مثلا الام ونبقى البنات باعت او بالزبط اشهر سبب للدوالي هو الوراثة ده حقيقة يعني فيه حاجة اسمها دوالي اولية وفيه حاجة اسمها دوالي سانوي الدوال الاولية وهي الاكثر شيوعا بتبقى فيه خلل ورافي بيؤدي الى ضعف في جدار الوريد فيبقى الواحد لما يوقف فترات طويلة الدم بيجمع داخل الاوريد بتاع رجلهم بفعل الجاذبية الارضية وبالتالي مع الشخص الطبيعي اللي هو ما عندوش الخلل ده الوريد بيقدر يستوعب الدم اللي موجود زيادة ده لكن الناس اللي عندهم خلل وراسي فيه جدار الوريد ده بتلاقي الوريد المنفوخ كده ويعني ياخد كمية دم اكتر من الطبيعي وينتفخ ويظهر تحت الجلد ويبقى لونه ازرق واضح جدا وده ما بنطلق عليه بالدوال الاولية الاولية طب دكتورت دي بيبقى فيه ناس اكثر عرضة للدوالي زي ما احنا بنقول اللي هو العامل الوراثي واكيد برضو الناس اللي عندها اوزان تيال كبيرة اه العامل الوراثي العامل الوراثي يبقى موجود لكن فيه لازم محتاج حاجة انها تظهر العامل الوراثي ده احد الحاجات اللي بتظهر الوظيفة يعني زي ما قلت الحقيقة مثلا الناس اللي هم متعودين يقفوا طول النهار بيعين في الشارع مثلا او الناس الواحدة اللي بتقف في المطبخ ست سبع ساعات غاوية طبيقية مثلا او المدرسة اللي بتقف في المدرسة فترات طويلة او الدكتورة اللي بتقف في قطر عمليات بست سبع ساعات تعمل عمليات وتكشف على مرضى وخلاف كل النهار يبقى الوظيفة من ضمن الحاجات اللي بتبين مع مثلا مع فترات الحمل تسعة شهور في رحم بيكبر داخل البطن فضاغت على الاوردة اللي هي داخلها تلعى من رجلين ناحية القلب بيضغط عليها فتيجي في العيادة الواحدة بتقول انا ما كانش عندي دوالي ابدا رغم ان مامتي عندها دوالي وبابايا عنده دوالي لكن انا ما ظهرتش عندي دوالي الا مع الحمل الاول ليه؟ لان حاجتين حصلوا هنا ان الرحم كبر فضاغت على الاوردة اللي هي طالعى من رجلين فبقى مصار الدم مضغوط عليه فالأولادة تتنفخ طبعا الحاجة التانية فيه طبعا هرمونات بتطلع مع الحمل وحاجة كده فتؤدي إلى زيادة حتى من ضمنها هرمون الريلاكسين اللي هنون هو بيؤدي إلى أن البطن تجبر كمان اللي بيؤدي إلى أن الأولادة بتاعت رجلين بتضعف فتجبر فتؤدي إلى ظهور الدوالي مع الحمل بس دي ما لهاش علاقة بسنة معينة هيا ساعات بنشوف الستاتات الكبار في السن هما يعني نشوف أكتر ظاهرين عندهم عن البنات والشابات هو الستات الكبار في السن الدوالي تزيد عندهم والسن الكبير عموما مش الستات بس ستات والرجالة الكبار في السن الدوالي بتزيد عندهم لأنه هو ضعف في اقدار الأولادة بيحصل مع الوقت زي ما حصل ضعف في كل أنسجة الجسم مهما على السن كل الأنسجة بتضعف يعني مش بس الأولادة الحقيقة يعني بتلاقي أن العضلات ضعفت شوية بتلاقي أن المفاصل تعبت شوية كمان الأولادة جدار بتاعها بيضعف وخصوصاً لما هي من البداية بقى أو الشخص ده من البداية عنده الاستعداد فيظهر مع السن طبعاً طب دكتور في حاجة تقوي الأولادة مثلاً نقدر نقول مثلاً لعب الرياضة في حاجات معينة بتتاخد تقوي الأولادة دي ولا لا؟ شوف أنا عايزة أقول لحاجات قاعدة الرياضة تقوي كل حاجة يعني ده كل واحد رياضي كل واحد رياضي لابد نقوله تعظيم سلام إحنا بنحترمك جداً لأن الرياضة واحد بتحافظ على العلامات بيكون بتاع كل الجسم في معدلاتها الطبيعية بتحرق السكر زيادة في الجسم بتخلص الجسم من الوزن الزايد بتوقدي إلى عدم إصابة الجسم متصلب الشريين بتحسن الدورة الدموية أنا ممكن من أن أخذ مع حضرتك حلقة كاملة أقول لك الرياضة دي مزايا الرياضة بالنسبة لكل الجسم طبعاً فلو كل واحد ومش عايزة أقول يعني الشخص الإنسان الطبيعي مش لازم يبقى بطل من أبطال الرياضة مش عايزينه يبقى محمد صلاح يعني ولا عايزينه يبقى حاجة يعني شامبيون كبير فعايزين بس أنه كل يوم يحافظ على أنه يروح يتحرك نصف ساعة يمشي نصف ساعة يمشي بنصف ساعة إن شاء الله أربعة ايام في الأسبوع بس مشي منضبط كويس ده هيؤدي إلى أن المريض أو الشخص ده مش نقول مريض ساعتها بقى الشخص ده هيحافظ على كل حاجة من ضمنها موضوع الدوالي من ضمنها موضوع القدم السكري كل الحاجات الكلمة اللي فيها النهاردة الرياضة عامل أساسي فيه وتصلب الشريين وكله كل حاجة وتصلب الشريين طبعاً إنه بيحرق الدهون والدم بيدخ بشكل طبيعي يعني ما بحصلش نزوجة زي ما بنقول في الشراهين أيوه أيوه بالضبط كده فأنا عايز أقوله حتى الحامل نقول لها امشي لأن المشي ده هيحافظ على الدورة الدموية في إيديك ورجليك وفي كل جسمك فالرياضة ده حاجة في غاية الأهمية لكل الناس سواء طبيعيين أو مرضى بس لو حصل يا دكتور الدولي للأسف مريض الدولي دايماً يقولك ما بقدرش أمشي خلص ده أنا لما بمشي بحس إن رجليه فيه حاجة ممسوكة ومشلول وأكن فيه وألام شديدة جداً زيها زي أمراض كتيرة قوي برضو بتصيب القدم في العزام فننصحه بإيه ننصحه واحد بنيدي إحنا بعض المقويات لجدار الأوردة ويحافظ عليها ويستمر عليها بتقعد بقى ياخدها بالأشهر يعني اتنين فيه بقى فيه لوقتي حاجة اسمها الشرابات أو الجوارب الطبية الشراب الطبي ده أي واحد اللي هو ضاغت يا دكتور يعني أيوة بيبقى شراب ضاغت بيبقى بيبدأ من بعد الصوابع وينتهي إما تحت الرجبة إما فوق الرجبة الشراب ده بيلبسه الإنسان اللي عنده استعداد لحدوث دوالي أو اللي عنده حتى دوالي يلبسه الصبح أول ما يصحى ويقلعه لما يجي نم بالليل يفضل ماشي بيطوله النهار هو وظيفة الشراب ده الشراب ده وظيفته إنه يضغط على الأوردة المنفوخة ديت فما تتنفخش فما تجمعش دم فما يحسش بالألم الحاجة التانية إنه بيساعد هي بيخلي الإنقباض وإنبساط العضلات بتاعت رجلينا بتشتغل والشراب ضاغت فتخلي الدم يتزق من رجلينا ناحية القلب فتحسن الدورة الدموية لكن إحنا بنتوقفش عند كده في بعض الناس بيستلزم علاجهم تدخلات بالضبط وبالذات يا دكتور هو ده بقى السؤالي يعني إحنا بنشوف نماذج إحنا مش هنقول بس سيدات سيدات ورجال نعم بنشوف نماذج يا دكتور رجل الشخص ما بتبقاش بينه بتحسن الشعيرات بتاعته كلها زرقة ومنتفخة وبشكل غريب حتى بيبقى ملحوظ جدا صحيح دين في علوم الشرابات ولا دين مراحل متأخرا لدرم قلوم لا دين مراحل بقى في مرحلة حيك دوصفي ده مرحلة بقت محتاجة تدخل تدخل جراحي تدخل ممكن برضو غير جراحي أو تدخل جراحي طبعا بقى ما سوف نقول حضرتك إحنا الوقتي الطب دايما بيزقنا ناحية إن العلاجات ما تبقاش جراحية بدخول التكنولوجيا إلى عالم الطب بقى في حاجات كتيرة قوي ما هياش جراحية زي مثلا هستخدم الليزر في غلق الأوليدة اللي هي مش صحيحة ديت ممكن نعالج الصمامات بالليزر ممكن بالتردد الحراري بقى في استخدام نوع من الموجات فوق الصوتية والليزر على الجلد منبرأ بيساعد إن الدول دي تختفي تماما يعني موسيقى 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 شكرا